اما الحساب السابع وهو تحت عنوان حساب الحوار في بنك الحب والحوار في العلاقة الزوجية كل ما كان واضح وكان متصل كل ما زاد الزوجين من رصيدهم في حساب الحوار في بنك الحب الحوار الزوجي ينقسم إلى عدة أنواع في حوار هادئ وفي حوار شديد وفي حوار قاسي وفي حوار حب وفي حوار لين وفي حوار سمح في حوار من الزوج للزوجة وفي حوار من الزوجة لزوجها لكن في كثير من الأحيان بتكون اللغة بين الزوجين لغة منقطعة ما في حوار في صمت في كآبة لو تعرف واحد فينا على هذه الأسرة لشعر أنهم ما في بينهم حوار بالمرة طبعا في أسباب لعدم الحوار وفي مهلكات للحوار لكن إحنا اللي همنا الآن كيف إحنا نتكلم كيف نحاور لأنه كل ما كان بخالد متميز في حواره مع زوجته كل ما كأنه راح البنك أكل حب وأودع في رصيد الحوار العاطفة والحب وكذلك الزوجة في بعض الناس لما يحاور يحب دائما هو الربحان والطرف الثاني هو الخسران ودائما يبي يغلب في الحوار ولا يبي يعترف بالغلط وفي نموذج ثاني أنه دائما يبي هو الخسران وما عنده مانع أن الطرف الثاني هو دائما يكون ربحان وأما النموذج الثالث في الحوار فما يرضى إلا لما يكون هو خسران والطرف الثاني خسران ودائما كل ما ينفتح الحوار في العلاقة الزوجية ينتهي هذا الحوار إلى مشكلة وأما النموذج اللي احنا انتمناه للزوجين في حوارهم أنه هو يكون ربحان وهي تكون ربحانه لأي طلب لأي رغبة لأي موضوع يتم في الحوار يكون الطرفين هم الربحانين ما تسوى الحياة أن الزوج يعصب أو يشد على زوجته لأنه الحوار هو رسالة الحوار هو عبارة عن زيادة في الحب زيادة في العلاقة فكل ما كان الحوار واضح وكان جميل والزوج يحاور زوجته والزوجة يتحاور زوجها كل ما كان كل زوج راح إلى بنك الحب وأودع في حساب الطرف الآخر أهم شيء في الحوار الملاطف البسيطة الزوجة بين حين وآخر تحب تسمع كلمات خفيفة الزوج بين حين وآخر يحب يسمع كلمات التشجيع وكلمات بسيطة هذه العبارات البسيطة أنتم ما تعرفون كم وزنها في بنك الحب تزن ذهب وتزن أرصدة عالية ولذلك لو دخلنا بنك الحب وكشفنا حسابات الحوار في العلاقة الزوجية رح نكتشف أنه في بعض الأزواج ما شاء الله أغنية وحسابهم ورصيدهم عاني جدا ورح نكتشف بعض الأزواج والزوجات فقراء ورح نكتشف بعض الأزواج والزوجات حسابهم مكشوف وعليهم ديون لكن ديون حب ما هي ديون فلوس ولذلك من مهلكات الحوار الأشياء اللي تقطع الحوار بين الزوجين الاستهزاء الاستهزاء هذا ينقص من رصيد بنك الحب التعالي أو لغة الاستاذية عدم رد الفعل يعني الزوجة تتكلم والزوج إيه إيه لا إيه خير إن شاء الله هذه كلها تصرفات تنقص من رصيد الحب في بنك الحب في حساب الحوار أما الحساب الثامن وهو حساب الاستماع أنا أتكلم الآن للزوج والزوجة وأقول لهم إحنا تعلمنا كل شيء في وسائل الاتصال إلا الاستماع يعني أنا علشان أتصل معكم أو الزوجة علشان يتصل بزوجته في عندنا أربع وسائل إما الكلام أو الكتابة أو القراءة أو الاستماع إحنا من يوم إحنا صغار وفي المدارس كانوا يعلموننا وبيتنا وأمنا وأبونا ما قصروا معانا كانوا كلهم يعلموننا القراءة والكتابة والكلام لكن هل تعرفون أحد علمنا الاستماع؟ أنا ما أعرف إذا أنتم تعرفون ياريت لكن أنا ما أعرف ولذلك إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الاستماع نلاحظ أحيانا لما أم خالد تتكلم مع زوجها زوجها ما يسمعها وإذا سمعها يسمعها علشان يريد عليها أبو خالد أحيانا يتكلم مع أم خالد نكتشف أن الزوجة ما تسمعها وحتى لو تسمعها تسمعها بتجاهل أحيانا إلا اللهم اللي متعلمين الاستماع الصحيح اللي بالفعل نجد عنده هذه الرغبة ونجدها في علاقة الزوجية هذا حساب لعله يكون من أفقر أنواع الحسابات في بنك الحب الاستماع مرة ثانية شلون نسمع؟ كيف نسمع؟ وش نسوي لما نسمع؟ لما الزوجة تتكلم لما الزوجة تتكلم بعيوني بعيونها عشان يكون الاستماع صحيح وأنه أنا أتفاعل مع الكلام علشان يكون استماع صحيح وأنه يكون جسدي مقابل جسدها علشان يكون استماع صحيح ولذلك إحنا لو نطبق هذه المعاني في الاستماع وانتفاعل أثناء الحوار كأني أنا رحت البنك وأودعت في حساب زوجتي العاطفة والحب هذا الحساب حساب الاستماع خلونا نوقف عنده وكفة ويمكن رح نفصل فيه أكثر مع برنامج الحوار والاستماع الناجح في العلاقة الزوجية